الكفالة معناها أن تضمن الشخص المطالب تضمنه وتتعهد بأن ينفذ التزامه وتجعل نفسك مكانه إن عجز هو عن تنفيذ الالتزام أو رفض طبعا وهي نوعان كفالة حضورية وكفالة غرمية أو غرامية الكفالة الحضورية أن تقول للجهة السجن أو الشرطة أو المحكمة أضمن لكم أن يحضر لكم فلان عند الطلب أطلقوه الآن وإذا طلبتموه أنا أضمن أن يحضر وإن لم يحضر اقبضوا علي مكانه وهذا يحصل يا أخوان يحدث تتصل الجهة ولا يحضر الشخص يتصل على الكفيل أحضره فإن عجز يقبض على الكفيل إلى أن يأتي الشخص المطالب الكفالة الغرمية أن تقول لطالب المال أنا أضمن لك أن يسدد لك فلان المال فإن لم يسدد المال سواء عجزا أو حتى رفضا يعني ممكن يكون عنده فلوس ولكن من يمسدد أنا أدفع لك المال وإخوان يحصل أن يكون المكفول معاندا ويرفض دفع المبلغ مع أن عنده أموالا يخفيها ويقبض على الكفيل ويسجن ويلزم بسداد المبلغ هنا خطورة الكفالة ولذلك حذر منها ومما يقال الكفالة أولها شهامة وآخرها ندامة ويقول نحذر من شوك ثلاثة أمور شراكة وكالة كفالة شوك وأنا وجهة نظري أخوات والإخوة أن الكفالة من عمل الخير والإحسان إلى الناس ولكن لا بد للقيامة بها أن تكون قادرا قادرا على التحكم بالمكفول إحضاره إن كانت كفالة حضورية أو إلزامه بالسداد إن كانت كفالة غرمية أو تكون مستعدا بتنفيذ هذا الالتزام بدلا منه أن تكون مستعدا للقبض عليك في حال عجزك عن إحضاره أو مستعدا بالسداد بدلا منه إن كان رافضا أو عاجزا فيما سوى هذين الأمرين احذر من أن تكفل أحدا مهما أقسم لك أنه سيسدد أو سيحضر إلا أن يكون محل ثقة نعمية منك لأنك بذلك تلقي بنفسك إلى التهلك ما تدري هو الآن مضطر يقسم لك يقول لك هو إجراء شكلي مجرد شيء روتيني حتى أخرج من السجن مجرد شيء روتيني حتى على تمويل من البنك العقاري على تسهيلات بنكية لمجرد رفع إيقاف الخدمات لدى قاضي التنفيذ إجراء شكلي لن يضرك شيئا لا ليس إجراء شكليا يا إخوان ليس إجراء شكليا يا بائعي الكفالات مقابل ألف ريال وألف وخمسمائة ريال تمرون على التوقيفات في شورط نعرفكم ليس إجراء شكليا بل هو التزام كامل ويا إخوان في الكفالة الغرمية يجوز للدائن طالب المال أن يطلب المدين المكفول أو يطلب كفيله أي منهما الذي يره أسهل يطالبه بدون لوم كما ذكرت حتى لو كان المكفول هذا المدين عنده أموال لكن يرى الدائن أنه أسهل أني أطلب من الكفيل يطلب من الكفيل ويعقب الكفيل على عدم السداد وأخيرا تحذير خاص من الكفالة الحضورية للإخوة غير السعوديين هذه ليست عنصرية يا إخوان غير السعوديين إخواننا وأحبابنا وأقاربنا وأصدقاؤنا ولكن عند الكفالة الحضورية إذا لم يكن هذا الشخص غير السعودي محل ثقى عمياء منك فاحذر كل الحذر من كفالته لأن هذا أشد من السعودي السعودي موجود في البلد أين سيذهب غير السعودي له أهل وأقارب في الخارج وبلد أخرى وهذا حصل أمام عيني يا إخوان يهرب الشخص تهريبا من الحدود يتعرك جوازه وإقامته أي شيء المهم أن ينجو بنفسه وتقعد فيها أنت أيها الكفيل فاحذروا أخواته والإخوة وكونوا بخير مساءكم سعيد نعم يا إخوان الكفيل إذا سدد عن مكفوله يحق له الرجوع عليه بالمطالبة ويحكم له ترجمة نانسي قنقر